التخفيف والتكيف يمكن دول أهم الركائز أو المحاور اللي قائم عليها مؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 في مدينة السلام في شارم الشيخ علشان كده فيه اهتمام كبير جدا بقضية تمويل المشروعات البيئية وزيادة الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة في الدول الانمية والإفريقية ليه؟ علشان نقدر لحنا نتكيف مع تغيرات المناخ ونقدر لحنا نتجنب أي تأثيرات سلبية بسبب هذه التغيرات المناخية خلونا نتكلم عن ملف التمويل المناخي وهل العالم في حاجة لضرورة الوصول إلى آلية تمويلية جديدة علشان نقدر لحنا نتكيف مع هذه التغيرات المناخية هذا اللي هنعرفه من خلال ضفنا الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس اللي منورنا في استوديو سبعة خيري مصر سبعة خيري دكتور دكتور عاوزين نعرف من حضرتك يعني إيه تمويل مناخي تمويل مناخي هي معناها تدفق الموارد المالية إلى الدول النامية اللي محتاجة هذه الموارد علشان خاطر تقدر تقوم ببرامج ومشروعات لمواجهة تغيرات المناخية أو زي ما سيدتك تفضلت هي في مجالين التخفيف اللي هو إزاي نقلل البصمة الكربونية أو انبعاثات الكربون والغازات لإحتباس الحراري مش بس الكربون هو إحنا للتسهيل بنقول الكربون لكن في غازات تانية زي ما المتحدثين سابقين الأفاضل أشاره والجانب الآخر هو جانب التكيف أو التأقلم اللي هو الادابتيشن كيف نتعايش مع ظاهرة تحتيجية يعني آتية آتية لا محل فإحنا بنقول لازم نستعد عشان نتأقلم أو نتكيف معه في نقطة ثالثة بقى حررتك يمكن إحنا مفيش دق كبير قوي عليها وهي قضية التصدي وموجهة التحديات يعني إحنا هنتعايش معها وحناخد إجراءات حماية عشان إزاي نغير طريقتنا وسلوكيتنا عشان نقدر نعيش مع هذه الزاهرة أو تدعيات هذه الزاهرة في جزء آخر له وهو التصدي يعني الريزيلينس كيف يمكن أن نكون لدينا المرونة الكافية ولدينا التنمية فإنها بتكيف لكن مع هذا القدر الموجود بتصدي علشان ما يزيتش عشان ما يزيتش وإزاي نخلي البنية الأساسية أو التحتية بتاعتنا قادرة على لديها المرونة والقدرة على التصدي لهذه الزاهرة فدي جزء إضافي وده اللي احنا بننادي به أكتر أن هذا التمويل المناخي مش بس بيجي للتخفيف ولكن بيجي للتكيف والتصدي المشكلة الحقيقة حردك لو تإذنني أن المجتمع الدولي بيهتم أكتر بالتمويل الخاص بالتخفيف اللي هو المتجيش ليه؟ لأن حردك إحنا بنتكلم على أن ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة كونية عالمية تتقطر حدود السيادية للدولة ما تقفش في بلد أو تاني فهم يهمهم أن إجمالي مساهمات الكربون أو الانبعاثات الكربونية في الكوكب على أذن الكوكب داخل وغلاف الجو يتقل بالنسبة للدول النامية هم عايزين يتكيفوا أكتر لأن انبعاثاتهم ومساهمتهم في قضية الكربون وانبعاثاتها قد يلحك مثال صحيح قارة أفريقيا قارة السمراء الجميلة أربعة وخمسين دولة تلاقى أقل من 3% مساهمتها في الانبعاثات ولكن للأسف الشديد الأضرار التي ستقع عليها والخسائر التي ستحدث بسبب تدعيات التغيرات المناخية في خلال 10 أو 20 سنة أكتر بكتير جدا من مساهمتها وبالتالي طب هي هتخفف أكتر من كده لكن هي محتاجة بقى تتكيف ومحتاجة أن هي تبني بنية أساسية قادرة على أنها تستحمل تحمل ما سيحدث ومش بس هي تتكيف زي ما المتحدث سابق دكتور محمد سلم تفضل أن نعمل بزور قادرة على التحمل وأن هي تقدر تحت درجة حرارة على أو نسبة جفاف أكتر أو استعمال مياه أقل ده التكيف إزاي نحن نتكيف ونستعد إجراءات حماية وإجراءات معيشية لنا عشان نعيش بس إزاي بقى حضرتك بيوتنا شوارعنا مدننا مصانعنا البنية الأساسية تقدر تكون تستوعب هذه التحديات ده جزء للدول النامية بتطالب به وللأسف التمويل في هذا المجال يبقى أقل بكتير جدا من التخفيف نتكلم عن يمكن في دول بتساهم بشكل كبير جدا في الإنبعاثات لم تشارك في مؤتمر المناخ ولكن الدول الأخرى الأوروبية يعني بتتحمل مسؤولية يعني أسره الصناعية طبعا هل العالم النهاردة محتاج لقالية تمويل مختلفة أو جديدة ولو كده إزاي سؤال حررتك يعني صعب جدا صعب حلو ولا صعب وحش لا لا صعب لأنه فعلا يعني ملغة كبير أو إحنا حالك داخلين أو دخلنا خلاص خمة المناخ كاب 27 في ظروف دولية في غاية الدقة والحساسية صحيح خارجين من جائحة أدت إلى مشكلات اقتصادية مالية سياسية وإرهاق نفسي ويعني كل حاجوات ربس الامتادات وتدخل معالمي إلى آخر للدول المتقدمة والدول النامية على وجه السواد فالدول النامية اضطرت أن هي تاخد ديون أكتر عشان موضوع الجائحة دخلنا بعد كده في الأزمة الروسية الأوكرانية حصلت تدعيات أخرى الدول المتقدمة اللي هي الصناعية اللي هي نادي الأغنياء أو الكبار اللي هي الأو إي سي دي من نظام تعاون الاقتصادي والتنمية خرجت بمشكلات الدول النامية أسعار مشتقات البترول زادت وأخدت مديونية أكتر طيب حرضتك هنا احنا بنطالب الدول الغنية أن هي تدي تمويل الدول النامية طيب كيف يمكن في هذا الوقت شديد الحساسية اللي هم خارجين الرادي عندهم مشكلات أن احنا بنقول لهم ادفعوا احنا كنا يبتدينا من نقطة 100 مليار دولار اللي اتفعوا عليها في كوبنهاجن في 2009 في كاب 15 الحقيقة حرضتك دلوقتي احنا ما عدناش من الكلمة عن 100 مليار لأن أصبح رقم 100 مليار زهيد جدا في ظل ما لدينا من أدلة علمية أن الخسائر والبرامج المطلوبة والمشروعات على الأرض أكتر بكتير جدا طيب نعمل إيه لابد من التفكير خارج الصندوق لابد من المفاوض المصري لأن احنا طبعا رأس تكاب معنا عن طريق الدبلوماسية المناخية وده مصطلح بقى جديد أن هناك نوع آخر من الدبلوماسية اللي هو الدبلوماسية المناخية أن احنا ندور على حلول مبتكرة خارج الصندوق لدول الغنية عندها مشكلات واتفعنا ودول المتقدمة عندها مشكلات طيب كيف يمكن تقريب وجهة النظر ليه لأن أنا عندي إحساس كبير أنا مش ده هو الوقت الصح اللي حيتم تقديم موارد كبيرة احنا متوقعين وبالتالي احنا لابد من نفكر من ثلاث محاور أول محور هي لو مش هنطلع فلوس جديدة نفكر في الفلوس القديمة الديون المستحقة علينا من الممكن أن احنا أنا حاجة بتكلم على فكرة المقصة اللي هي المقصة أو المبادلة مبادلة الديون مبادلة الديون اللي موجودة عند الدول للنمية مش اسقط كلها حبلتك هي بعض جزء منها بما يلبية تعهدات الخاصة بالدول الزبرة الصناعية اللي أثرت على تلوث المنح ده تمام كده حركة خاصة المشهد كل فهي مبادلة الديون دي أحد هذه الأليئات وده مش بدعة ومش جديدة احنا عملناها في مصر قبل كده في التسعينيات القرن الماضي وفي الألفينيات مع أربع دول سويسرا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ونجحت نصمم الحزمة الجديدة دي نمرة اثنين حرضتك أن القطاع الخاص بيحجم عن الدخول في الاستثمار في مشروعات التغيرات المناخية لعدة أسباب أو يمكن حنقول أكتر حاجتين رئيسيتين هم الحافز المادي لأن القطاع الخاص هو ربحي مش جاي علشان خاطر يعمل مشروعات تم وقع يعني مجرد كده وإن كان عنده جزء مسؤولية اجتماعية لكن هو في المقام الأول ربحي فبيدور على الربحي مشروعات التخفيف قد يكون فيها ربحي نعمل بكهرباء عن طريق الطاقة الجديدة ومتقددة بطلع كهرباء فممكن أن نخش معهم شراكة ويمشي لكن بالنسبة للتكايف والريزيلينس اللي هي التصدي والمرونة العائد بتاعها مش واضح أوي وله مخاطر كثيرة في الدخول فيه وبالتالي لابد من تشجيع القطاع الخاص على أن هو يقدر يخش في هذا المجال لابد أن الدول المتقدمة مع مؤسسات المالية الدولية مع طبعا إحنا كدول متضررة أن إحنا نقدم حزمة من الأدوات والحوافذ الاقتصادية اللي بيسموها ماركت بيس انستمس أو انسنتبس وكده نحنا نشجع القطاع الخاص لأن إحنا حتى الآن دور القطاع الخاص في الاستثمار ضئيل ولابد من التشجيع ولابد من وجود شراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي عشان نتجاوز هذه المشكلة آخر نقطة هي موضوع ضمان مخاطر الاستثمار القطاع الخاص بيحجم عن الدخول في هذه يعني في التغيرات المناخية عشان المخاطر كبير مخاطر طبعا كبير عم تكلم مخاطر سياسية مخاطر اقتصادية مخاطر ارتفاع الأسعار الطاقة بتغير حاجات كتير قوي في الديناميكس بتاعت الربحية بتاعته فلابد ان احنا نضمن او الدول تخش شريك مع القطاع الخاص عشان تقلل من المخاطر تعمل ما يسمى عندنا في الأدبيات بتاعتنا يعني تقلل المخاطر الخاصة بالاستثمار للقطاع الخاص عشان تدي دفع قوية للقطاع الخاص فاحنا حريك ماشيين في كذا اتجاه جزء نبادل ديون جزء ان احنا نشجع القطاع الخاص جزء ان احنا نشيل المخاطر من عليه يعني التمويل المناخي هو الحقيقة كذا أدوات هي شنطة من الأدوات بسموها تول بوكس عندنا أدوات كتيرة أنا الأوان زي ما سات الرئيس قال حانا وقت العمل طب يلا جماعة نطلع بقى نفتح الشنطة دي ونطلع ما لدينا من أدوات ونقف ناخد نقطة التقاء لابد ان احنا ما نبقاش ما نبتديش من المشكلة كل الناس بيقولوا ايه 200 مليار دولار اللي انت وعدتونا بي أنا أعتقد ان احنا مش بفروض نطرح هذا التساق لا نبك على اللبن المسكوب خلاص خلاص وعد ولم ينفذ تجاوزنا هذي المرحب زي ما قلنا هنتحول من التعهدات للتنفيذ من خلال قمة كوب 27 تحديدا ويمكن انا عجبني قوي الطرح الخاص بحضرتك ان فكرة ان لازم الدولة تكون شريكة مع المستثمر علشان تقلل المخاطر لان يمكن السيد الرئيس دايما كان بيقول من بين اهم القطاعات اللي صعب ان يدخل فيها مستثمر هو قطاع الكهرباء على سبيل المثال بسبب ارتفاع اسعاره والدولة بتدعبه بالنسبة كبيرة فلو الدولة دخلت دعمة ما يخص دعم المواطن واصبح من باقي الارباح هي تكلفة الانتاج للمستثمر اعتقد حلت جزء جبير لكن انا انا سأل حضرتك من خلال هذا المؤتمر كان فيه نسبة من اشراك الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة شايف اهمية دائية تحديدا والبروتوكولات التي وقعتها مصر خلال اليومين الماضيين نتكلم على محطة جديدة للرياح بالشراكة مع الامارات والهايدروجين الاخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انا حتري بمثل عندنا بيقول رب ضرة النفعة يعني ايه يعني لولا ما حدث في اوروبا من نقص في امدادات الطاقة وان هم للأسف ابتدوا يرجعوا لاستخدام الفحم في بعض الدول وهذه ردة بالنسبة للاتفاقية وردة بالنسبة للدول النامية اللي الدول المتقدمة كانت دايما بتدفعنا لاستخدام الطاقات الجديدة هم تجددها هم عشان مصالحهم قالوا احنا عند اطلع نستعمل الفحم وان كانوا رجوا في قصة ان هم هيقربوا الجدول الزمني للاحلال الوقود الاحفوري تماما ما كانت الطاقات الجديدة هم تجدد فاحنا بنقول ايه قد تكون دي يعني شيء سيء او نقمة هنحولها الى منفع ونعمة ازاي لان دلوقتي في دفعة قوية جدا من الدول المتقدمة خاصة الاوروبية ان يكون فيه هبز يكون فيه مراكز اقليمية زي مصر واولهم مصر فيه انتاج الطاقة الجديدة ومتجددة عشان هم عايزينها خاصة ان مصر الحمد لله ربنا حبانا طاقة شمسية وطاقة شمسية غير طبعية مياه عندنا بحر الابيض بحر الاحمر وعندنا يعني مياه بحر جمدة جدا وعندنا طاقة رياح عندنا اطلس بتاع الرياح بيقول ان منطقة الزعفرانة والساح البحر الاحمر فيه يعني رياح قوية جدا طول العام فاذا احنا ابتدينا فيه موضوع مصر يعني الدولة المصرية ابتدت فيه موضوع الطاقة الجديدة ومتجددة قبل ما تحدث الازمة الروسية الاوكرانية صحيح وكنا ماشيين في هذا الاتجاه حسب امكانياتنا وحسب خطتنا وحسب يعني ما تأثر لنا ان احنا نمشي فيه ولكن الان اللي حصل في اليومين الثلاثة اللي فاتت بدور حركزة ما حاجة تفضلت توقيع بروتوكول مع دولة المرات العربية الشقيقة فيه موضوع الطاقة الحواء تحتدي دفع قوية جدا عشرة جيجاوات الهيدوجين 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 الاخضر حيحنا ابتدنا فيه قبل الكب وفراق صديقة السويس ولكن هنستثمر اكثر فيه بروتوكول دلوقتي مع بلجيكا 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 هنعمل منتدى للحوار ومنتدى لتبادل وجهات النظر حاليك بتبني حاليك بتبني صناعة حاليك مش بس بتبني صناعة بتبني صادرات حاليك بتجيب عملة اجنبية بتخش في التكنولوجي ودي مهمة جدا حاليك بتنقل تكنولوجي مصر وبتعمل صناعات عليها وبتعمل خيمة مضافة وبتصدر يعني هي مش انداز فاكرا هو مجرد هننتج هيدوجين اخضر لأ انت حالك بتقيم فعلا الكامل فيها حاجة اسمها باكورد لينكتشز اللي هي الروابط الخلفية وروابط الفورورد الصناعة كاملة متكاملة مش بس مجرد هيدوجين اخضر فاحنا نعم صناعة مستدامة يعني هي المستقبل حردتك قلت الكلام اللي انا عايز اقول صناعة المستدامة هل احنا بحاجة اللي يمكن توقيع المزيد من الاتفاقيات عشان نتحول يعني التاقة الخضراء حول حيك على حاجة قولا واحدا هي الارادة السياسية الارادة السياسية الحمد لله موجودة هنفضل ماشيين في هذا المدمار والناس كلها لما بتشوف ان هناك اهتمام على مستوى القيادة السياسية للأسف هي دي طبيعة البشر احنا بنهتم بكلنا وكلنا بنمشي طالما نشايفين فيه اهتمام ففعلا المومنتم او السرعة والقوة واللي ماشيين بيها هنا في مصر سرعة قوية جدا وارادة قوية جدا ان احنا ننتقل الى دي نقلة نوعية احنا بنتكلم على نقلة نوعية في الفكر نقلة نوعية في العمل نفسه يعني مش مجرد ان هي مشروعات ومش مجرد ان احنا بنمضي بروتوكولات لا احنا بنأمل ان يكون دي فعلا هي دي نقلة نوعية اللي هتاخد مصر الى اللي هي الجمهورية الجديدة الى نادي اخر هنخش نبقى اعضاء في نادي دول يعني غير اللي احنا فيه حاليا فيعني احنا بده طاقة ان شاء الله ان دي تكون نقلة نوعية حضارية كبيرة وزا ما حاك قلت يعني ربا ضرة النفعة وانا برضو هأكد على دا ربا ضرة النفعة والبقاء دائما يكون لالاقوى والاقوى الان هو من ينتهك سياسات رشيدة سياسات محفزة للاستثمار في الاقتصاد صديق البيئة هي اهمية ان يبقى عندي داخليا اقتصاد قوي اقتصاد صديق للبيئة ومدن ذكية متطورة اعتقد ان مصر كانت مقدامة على هذا الامر تحديدا ما قبل كب سنوات هقول لحيك على حاجة هو احنا طبعا الناس بتقول عليه الاقتصاد الاخضر وفي الناس بتقول عليه يعني هي ألوان كل شوية دلوات يحبينوا هيدوجين الاخضر الاقتصاد الاخضر وكده هو زي ما حيك تفضلت هو الاقتصاد المستدام الاقتصاد القوي المستدام الذي يتواصل ما بين جيل واخر يعني ايه احنا مش عايزين اقتصاد قوي النهاردة احنا بنبني قواعد اقتصادية عشان تتواصل الهدف ليس حاجة لحظية لو حاجة لحظية دينا بدرسها في الجمع احنا لو قطعنا الاشجار وحولناهم الى اثاس تاسك وكراسي وكده هيرتفع الدخل القومي بتاع الدولة جامد جدا لكن لحظي اما المستقبل فحيجب لنا مشكلات اقتصادية كبيرة جدا بسبب المنافع الاكولوجية اللي راحت من الاشجار اللي كانت بتترجم في صحة احسن لنا وفي تثبيت للطربة وتقليل من التغيرات المناخية ومصادات للريح منافع كبيرة جدا فدوكتور الكلام حضرتك ده بيفكرني بزمان لما كنا بندرس سلسلة البناء الضوئي اللي هو لو في عنصر من العناصر دي حصل في خلال بازة المنظومة كلها هي معادلة افندي معادلة ربانية موجودة على ظهر هذا الكوكب ما حدث هو ان احنا لعبنا في هذه المعادلة وبالتالي لم تعد المعادلة فيها التوازن لا فيش توازن فما يحدث الان هو من حاول المجتمع الدولي كله 197 دولة مجتمع في شرم الشيخ علشان تحاول إعادة النظام الكون البديع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه الى التوازن مرة اخرى هنعملها ازاي هي دي الاليات اللي نتكلم عليها السرعة الدي وهل يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه قبل ما يحصل تدعيات نقول يا رب نتمنى ان شاء الله يعني مخرجات مؤتمر المناخ المنعقد في مصر كاب 27 يكون في ما ينفذ يعني معا للتنفيذ ويمكن هذا اللي بندعو بي أو دعلي سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني بنتمنى انه على حلول 20-30 درجة حرارة الارض تقل بنسبة درجة ونص مئويا كل شكرا لك الدكتور على سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس شكرا على وجود حضرتك معنا شكرا لك